بمناسبة إطلاق مركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية بحي النهدة بالرباط أكد وزير الصحة السيد أنس الدكالي أن المغرب تمكن من عكس المنح التصعدي للإصابة بداء السل بنسبة خفاض بلغت 33% بالنسبة للإصابات الجديدة وذلك خلال الفترة ما بين 1990 و2018 مع نسبة نجاح علاج تقدر ب86% وأوضح السيدة الدكالي في نفس السياق أن نسبة تشخيص الداء فاقت 85% فيما تم تقليص الوفيات خلال الفترة نفسها ب68% بفضل توفر العلاجات بالمجان في كل ربوع المملكة أما فيما يخص نسبة انتشار السل المقاوم فإنها لا تتجاوز عتبة الواحد بالمئة اليوم النسبة للتشخيص فاقت 85% النسبة للعلاج تقريباً 86% قد تكون مهمة جداً نجاح العلاج نسبة نجاح العلاج ثم كذلك السل المقاوم هذا مسألة مهمة لأن في دول أوروبية كي بقى مرصة فيحنا في المغرب ما فاتش واحد في المئة بطبع الحال هناك هذه المجهودات تجلى في المجانية العلاج وكان كذلك في هذه المراكز اللي كتشوفوا اليوم هذا مركز مرجعي للأمرات التنفسية ولمواجهة الدأسل كان في جميع الأقاليم الآن احنا في إطار تجهيز هذا المراكز بجهزة إضافية عصرية وزارة الصحاب ضبعة الحال كتقوم بالموازنة مع إحداث هذا المراكز بتأهيلها من ناحية الموعدات المتطورة احنا الآن بصدد إعادة النظر في طريقة الكشف باعتماد آلية جديدة تعتمد على ما نسميه بالميكروبيولوجي موليكولير هذا كله من أجل الكشف المبكير على المرض من أجل تكفل بالمرضى سريعا وضمان نجاحة العلاج وتفادي أن المريض يصل لنا للمرضى تصل لمقاومة الأدوية يذكر أن عدد حالات الإصابات المسجلة وفقا للوضع الوبائي في 2018 بلغ 30.977 حالة تضم مختلف الأشكال وهو ما يوافق نسبة حدوث تقدر ب87 حالة لكل 100 ألف نسمة ويمثل الصل الرئوي 52% من حالات الإصابة وتتركز الإصابة بداء الصل بشكل خاص في المناطق عالية الكثافة السكانية والمناطق شبه الحضارية بالمدن الكبرى حيث تصير الهشاشة وتأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية أكثر حدة